التقى وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم محمد بحيبيح بالعاصمة المؤقتة عدن فريق من وزارة الخارجية وشؤون والكومونالث والتنمية بالمملكة المتحدة ووضعهم في الصورة تجاه هذا الوزارة لإعادة البناء للنظام الصحي ورؤية الوزارة في توحيد التدخلات في حزمة الخدمات الصحية وجرى خلال اللقاء بحث أفاق التعاون المشترك بين الشانبين في إطار تعزيز التعاون بين البندين في مجال الصحة والتنمية وفي لقاءة تم بحث سبول دعم القطاع الصحي في اليمن خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد جراء نزاع المستمر وتنسيق المسبق لمنع التدخلات وأخذ الأنشطة بحسب الأولويات للوزارة كما تم مناقشة وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وتحسين البنية التحتية الصحية فضلا عن تعزيز التعاون في تدريب الكوادر الصحية وأكد وزير الصحة الحاجة إلى بناء النظام الصحي وإيجاد مصادر تمويل مستقر له مشيرا إلى توجه الوزارة في إعادة تأهيل النظام الصحي وهيكلته والبحث عن مصادر تمويل وإنشاء صندوق الدعم الصحي موضحا بأن الوزارة تعد المؤتمر الصحة في فبراير القادم سيناقش تغيير أنظمة القطاع الصحي واعتماد الرعاية المجتمعية والرعاية الصحية الأولية كمؤسسة متكاملة ودراسة عدد من النماذج في الرعاية الصحية الأولية لافتا إلى تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة وتحديد نظام وجدد الوزير محيبح التأكيد على حاجة الوزارة للدعم الفني ومساعدتها في بناء المنظومة الصحية في إطار واحد ليظل القطاع الصحي موحدا في البلاد رغم خلق الجماعات الحوطية للمشكلات وإصرارها على وجود نظامين صحيين موسيقى 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 موسيقى